تنسيقية شباب الأحزاب والساسين عملوا صالون ثقافي حواري بعنوان فرص وتحديات الأمن الغذائي المصري حضر وزير الزراعة معالي الوزير السيد القصير لهذا الصالون الحواري خلال هذا الصالون أو صالون الثقافي والحواري أكد وزير الزراعة على إيه؟ أكد على إنه الرقابة الشعبية ده واحد والوعي هم مسألة مهمة جدا في ضبط الأسعار جدا وبدأت الدول بكل مؤسستها في أنها تتدخل لدعم منظومة السلع والمعارض أو الدولة عندنا يعني والمعارض وما إلا زلكوا زي ما أنتم عارفين عندنا بقى المبادرات بتاعتنا كلنا واحد وعندنا منظومة أمان وعندنا منظومة وطنية وعندنا منظومة وزارة التموين والمجمعات الاستهلكية والشركة القبضة الكل شغال طيب بيكمل وزير الزراعة كلامه وإنه وبالتالي كان فيه ضخ كبير للسلع في المعارض والجهات اللي موجودة في الدولة وقال ده أحدث نوع من الزخم وقدى إلى توفر السلع في الأسواق وده فعلا يا جماعة هو حضرتك النهاردة تخش عند أي بقال سوبر ماركت جزار سماك فرارجي بتلاقي حاجة نقصة لا هتقولي أصلا الحاجات غالية هقولها غالية سيغالية شوية ولا غالية كتير ولا غالية نار هي بين الشوية والكتير بس ما هياش نار عشان إحنا لو قارننا وأنا آسف أن أنا مضطر أقارك أنت لو قارنت نفسك بمين بانجلترا؟ بمين بألمانيا؟ بمين بفرنسا؟ بمين بأسبانيا؟ بمين بأمريكا؟ هتجد أن معدل الزيادة السعرية المعدل نسبة الزيادة السعرية اللي حصلت عندك أقل كتير قوي 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 من اللي حصلت عندهم يا جماعة على الأسعار بره اتضربت في 4 و 5 عندنا؟ لأ خالص يعني شوف إيه اللي عجبني في ده؟ اللي عجبني في الخبر عشان تسألني هتقولي إيه كان إيه اللي عجبك في الخبر؟ هقولك اللي عجبني في الخبر أنه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين أهمت بدور حلو يعني اللقطة الحلوة اللي هي إيه؟ التوعية، الحوار، المناقشة الزملاء في التنسيق وأنا شايف زمالنا وصدقنا عزيز عبدالصمت كان قاعدة أقو فالزملاء أداروا الحوار مع وزير الزراعة بيسألوا وبيستفهموا وعاوزين يعرفوا مش وزير الزراعة بيقولنا تصريح أو بيان بيناقشوه عشان الناس تعرف عشان الناس تفهم إيه اللي بيحصل في مصر أيه حصل ضخ حقيقي وده من ضمن المخرجات بتاعت هذا الحوار اللطيف اللي حصل ده الدور التوعوي يعني خلي بالك التنسيقية بتعمل حاجة لطيفة جدا احنا بتتكلم على حاجة اسمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين طيب هو الكلام عن الأمن الغذاء السياسة؟ طبعا طبعا احنا هنا بنتكلم على حاجة بتهم المواطن كل ما يهم المواطن هو السياسة السياسة ما هي إلا البكاليريوس بتاع حكم الشعوب كويس؟ فن الممكن في مصطلحات أخرى أكثر كلاسيكية هي بمنتهى البساطة ساسة ياسوس ساسة أي حكمة وأدار طيب هحكم وأدير من غير الأكل والشرب والطاقة من غير المواصلات والسكن من غير الرواتب والمهيات والمعاشات كل ده سياسة انت بتصحى الصبح لحد ما بتنام؟ سياسة عايز تضحك؟ ده وانت نايم سياسة ازاي عم يوسف؟ لو انت نايم شايل الهم بتبقى سياسة لو انت نايم ومستريح هي برضو سياسة نمت مستريح سياسة نجحة نمت شايل الهم يبقى لسه محتاجين ان احنا ننجح أكتر من كده فهمتاني بقى؟ عموما كنا بنكلم على السلع؟ آه وكان بيكلم كمان بعيد الوزير ساد القصير في هذا الحوار وفي هذه الندوة إلى ضرورة ان المواطن ودي مهمة بقى أول ان المواطن يكون على دراية بأنه إذا أعلنت الدولة عن مبادرة يبقى معناها الدولة تقدر أضاف معاني الوزير ساد القصير أن الإجراءات اللي خدها في خامة الرئيس عبدالفتاح السيسي باستصلاح الأراضي الزراعية كانت مهمة جدا لتحقيق الأمن الغزاء مش كنت لسه بقول لكم كده؟ والله كان قبل ما يجيلي الخبر خبر ده لسه جايلي طازة يعني طازة 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 طيب وأشار إلى أن مسألة التعدي على الأراضي الزراعية هي مسؤولية المجتمع مش الدولة بس أنت لازم تبقى فاهم أنه التعدي ده كارسة أنت من الآخر كده كأنك جبت أكل ورميته في الشارع ده بمنتهى البساطة بمنتهى التبسيط غير المخل الأرض الزراعية بتنتج إيه؟ بتنتج أكل حضرتك تعدت عليها تبقى جبت الأكل ورميته في الشارع أوضح وزير الزراعة أنه عندنا اكتفاء ذاتي بالفعل في كثير من السلع منها خضروات منها فكهة منها الرز منها الألبان الدواجن البيض نذهب إلى اكتفاء ذاتي من الأسماك بإذن الله في القريب المحاصيل السكرية لأصب السكر وبنجر السكر عندنا اكتفاء تسعين في المية لكن بمنتهى الوضوح عندنا فجوة في الدورة أنا زود من عندي بقى فجوة في الدورة الصفرة بالتحديد عندنا فجوة في الأمح بنشتغل عليه عندنا فجوة في فول الصوية علشان خطر إنتاج الزيوت بنشتغل عليه دي فايدة الحوار وده اللي عجبني في هذا الخبر حقيقي الواحد لازم يشكر القائمين على زملاءنا يعني أو زملاءنا الأشقاء الأصدقاء زملاءنا في التنسيقية الأمو على هذا الحوار